يا مساء الفل لو حد غلط فيك غلطة كبيرة وجي واعترف لك بغلطه وقال لك أنا آسف وندمان هتدي له فرصة تانية ولا لا طب انت شخصيا لو دخلت تجربة عاطفية وفشلت من حقك تاخد فرصة تانية ولا لا طب وهل من حقك تاخد الفرصة دي لو كان فرقبتك أطفال ما لهومش دعوة بنجاحك أو فشلك في جوازك طب هتتصرف ازاي لو قررت تعيش قصة حب وعلاقة جديدة وفشلت تاني دي الأسئلة بقى اللي بتطرحها النهاردة حكاية عشق بطل القصة حقيقية معنا تعالوا نسمعها من الأول اسمي عشق وعندي 43 سنة وتعبانة قوي من حياتي ومش عارفة أعيش اتجوزت لما كان عندي 18 سنة كانت جوازة تقليدية جدا وحصلت بسبب ضغط الأهل مع أني لا كنت عايزاه ولا متقبلاه نهائي وعنيت من أول يوم من أول يوم جواز وشاء القدر أني أخلف منه بنت ووالد في ظروف أسرية وحياتية كانت في غاية التعاسة إهانة وضرب وبهدلة ده غير تهديده لي أنه لو طلقني مش هيخليني أشوف ولادي تاني وتحملت اتحملت كتير عشان أعيش معاه خصوصا أن أهلي كانوا رفضين أن أتطلق منه المشاكل زادت والجفا ما بينها زاد كنت بغضب منه بالسنة واكتر واروح أعود في بيت أهلي عشان أهرب منه ما كنتش بستحمل أنه يلمسني وفضلت عايشة وأنا في انتظار يوم موتي عشان أرتحمل حياة والناس والدنيا كلها تعبت ومردت نفسيا ومع الوقت أثر مرضي النفسي على جسمي وبدأت حياتي تتضهور وساعتها بس وافق أهلي على طلقي منه وافقه بعد 16 سنة زل وقهر ما كنتش بستدها نفسي أني خلاص اتحررت من العذاب ده حسيت لأول مرة أني بتنفس بس يا خسارة الفرحة ما كملتش اللي حصل بعدها أني اتعرفت على شاب أصغر مني بـ 8 سنين حكيت له كل تفاصيل حياتي بحلوها ومرها ده لو كان فيها حلوة أصلا ومع الوقت بقى هو الحاجة الحلوة الوحيدة اللي في حياتي اتعلقت بي جدا حبيته يا سالي حبيته وهو كمان حبني وفي عيز الليل كنت بدعي ربنا لو في خير يقدروا لي ولو في شر يبعدوا عني بعد تلاقي بسنة ونص قالي أنه كلم أهله علي بس هم رفضوا بشدة لإني مطلقة وأكبر منه في السن وهو لسه ما تجوزش ده غير أن أهله كانوا عايزينه يتجوز واحدة بعينها وكانوا مصممين عليها بس هو ما اسمعش كلامهم وأصر أنه يتقدم لي ويتجوزني من غير موافقتهم وده مش حرم وأنا وفقت وفعلاً اتقدم لي وأهلي وافقه وتجوزنا ركزوا معي في الجملة دي وفعلاً اتقدم لي وأهلي وافقه وتجوزنا خلوا بالكم عاشق أم عندها ولد وبنت وفي الوقت ده كان تقريباً سنها 35 36 سنة ويا دوب عدى بس على طلقها سنة ونص لما راحت تتجوز واحد أصغر منها بثمان سنين طب يا تارا حسبتيها صاح يا عاشق ولما وضع كان شوية مشاعر كنت محرومة منهم ويا تارا جوزك اللي تجوزتيه من وراء أهله ده ما فكرتيش مثلاً طب مين هيبقى كبيره اللي هتلجأيله وترحيله عشان يحل مشاكلكم لو لا قدر الله حصرت مشاكل بينكم تعالوا نكمل بعد الجواز لاحظت إن في حاجة غريبة وكأن فيه سر مخبيه ومش عايزني أعرفه وبدأت أشك إن فيه حد في حياته أو يمكن متجوز بس ما كنتش عارفة أمسك أي دليل وكذا مرة كنت أكتشف إنه بيكلم ستاته وبنات بس كان بينكر مع كل مواجهة لحد ما اضطريت أسكت عشان ما فيش في إيدي دليل واستمر الوضع ده ست سنين أقولك على حاجة تانية عشان تساعديني أفكر وأخد القرار الصح العلاقة الحميمة بيننا كانت ضعيفة جداً لدرجة إني كنت متأكدة إنه عنده ضعف ورديت بنصيبي خصوصاً بعد ما ربنا رزقني منه ببنتي عشق اللي أنا بكلمك باسمها واللي عندها دلوقتي خمس سنين ومن ثلاث سنين اكتشفت علاقته بالست اللي كان بيقول إن أهله عايزينه يتجوزها والشكوك زادت جوايا إنه ما تجوزها بالفعل خفت أتأكد لإني لو كنت أتأكد كنت وقتها هطلب الطلاق مفيش كلام وكتفيت إنه أتكلم معاه وخلاص ولما كلمت كذب علي بحدوتة طويلة عريضة بلعتها خصبة عني زي كل الحواديد اللي قبلها وعشان يفرحني وقتها قال لي أنا هعرف أهلي إنه اتجوزتك لإني طلبت منه الطلاق فخف يخسارني وفعلاً عرف أهله وحصلت ما بينهم مشاكل كتيرة استمرت لمدة سنة وبعدها أقنعهم يجولي بيتي ويتعرفوا علي وحصل فعلاً وكانوا مبسوطين جداً وأنا كمان كنت طايرة من السعادة وبعد سنتين جوزي مر بأزمة كبيرة في شغله وتحبس ستة شهور كانوا أسود أيام مرت عليهم في حياته لكن إرادة ربنا غيرت فيه كتير زي ما بيقول وتغير وبقى إنسان جديد وبعد ما خرج من الحبس اعترف لي إنه كان متجوز قبل مني ستة ياها وقال إنه ما كانش موافق بس ما قدرش يزعل أهله واعترف لي كمان إن حبسه كان عدل من ربنا جزاء الظلم اللي ظلمهولي وظلمه لمراته الأولانية لإنه كان مخلف منها ولد ولما عرفت إنه تجوزني طلبت منه يطلقني فرفض وطلقها هي وقال لي إنه بعد ما طلقها اتجوزت وحرمته من ابنه اللي ربنا نزع حبه من قلب أبوه الخلاصة دلوقتي إنه جوزي ندم واعترف بكل غلطة في حقي ندم على الكدب والخداع طول التمن سنين وبقاله فترة بيحاولي صالحي ويرضي نفسيتي لكن أنا ما زلت تعبانة قوي ومش عارف أنا كده طبيعية ولا مريضة نفسيا مش عارفة أنسى إنه خدعني وكدب علي تمن سنين مش عارفة أسامحه وأرجع أحبه زي زمان حسي غريب عني مش عارفة أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة عشق أو قصة عشق رسالة غريبة ما حيراني مش عارفة كل كلمة بتتحسب علينا وكل كلمة ممكن يعني يتكرم حده وتخلي مصيره أحلى يتضيعه وتخلي مصيره في حتة تانية خالص لأنه لازم ناخد بالنا وأحنا بننصح وبتبقى ثقة كبيرة وبتسألنا بس السؤال طب هو عيش جانية ولا مجني عليها طب كانت صح أنها قررت أن هي تعود الحرمان اللي مرت به في تجربة جوازها الأولى مع جوز حست أنه أناني ومحستش من ناحيته بأي حب ومشاعر أو بيضرب أو بيزلها أو أو طب كانت غلطانة لما خلت مشاعرها تسوقها وتتحكم فيها لدرجة نهاية جوزت بسرعة من غير ما تحسبها كويس بس ما هي برضو عدد سنة ونص ما كانش بسرعة طب كانت غلطانة لما وفقت تتجوز واحد من وراء أهله طب هو كل واحد فينا متجوز أو كل واحد بيتفرج علينا أهله أو أهل الطرف التاني موافقين مية في المية عن جوازته طب دلوقت سيب بعد ما عاش اكتشفت أن جوزها كان ضحك عليها ومتجوز من وراه بس هو كان متجوز من قبلها فإيه طب ينفع تسامحه طب تكمل معا حياتها تعتبر اللي حصل كان غلطة وعدت وزي ما بيقول ربنا عقبه غيره ولا غلطة عن غلطة بتفرق فيه غلط بيعدي وغلط تاني مينفعش نسامح فيه طب هو فعلا فاق وندم بعد ما اتحبس وخرج من السجل ولا دي ممكن تكون كتبة جديدة زي القصة الطويلة العريضة اللي هو بيعملها لكل مرة وفيه وراها مشكلة تانية وارد ان عاش اتكتشفها مع الايام فيه حاجات كتير مستخبية لسه طب هو عادي ان احنا نسامح في حاجة زي دي يعني انتوا رأيكو ايه تسامح وتبدأ من جديد ولا زي ما بيقولوا اللي كده بمرة يكدب عشرة اسئلة كتير قوي كتير قوي في قصة عشنا وممكن نكون عيشنا منها حاجات من التفاصيل اللي هي قالتها بس احنا دورنا نحنا نحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل استنوا اشتركوا في القناة زمان من خمسة وعشرين سنة عيش اهلها غصبوها على الجواز من واحد ما كانتش بتحبه ولا عايزة ومن اول يوم جواز وهي في ضرب واهانة مع ذلك خلفت منه ولده بنت وكل ما كانت تطلب الطلاق كان بيهددها انه هيحرمها من الولاد بقيت بتغضب عند اهلها بالسنة او اكتر وبعد ما جات لها امراض الدنيا النفسية وكمان عضوية بسببه وافق اهلها على طلاقها بعد 16 سنة جواز وبعد ما خرجت من التجربة الصعبة دي حبت واحد اصغر منها بتمان سنين قال لها انه عمره ما تجوز قبل كده وانه لما عارض على اهله انه هو يتجوزها رفضوا واتفقوا ان هما يتجوزوا من وراء اهله وبعد ثمان سنين جواز حصلت له ازمة واتحبه ست شهور لما طلع اعترف لها انه كان انسان وحش وانه كان متجوز عليها ومخلف من مراته الاولانية ودلوقتي هي حيران تسامحوا وتدي له فرصة تانية خصوصا بعد ما خلفت منه بنت عندها خمس سنين النهاردة ولا تسيبه طب لو قررت تكمل تكمل ازاي وهي مش عارفة تتعامل حسا غريب ومش عارفة تعمل ايه وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة مدرس واستشاري الطب النفسي عشان نقول لعيش تعمل ايه اهلا بيك يا دكتور ازاي كزيلي منورني منورك والله اخبارك ايه الحمد لله انا عارفة بتهيألي عارفة رأيك في الجواز انو حد تجوز حد اصغر منه بكتير ايه رأيك فيه لا مش عارفة رأيي ولا حاجة طب لو معداش التلاتين بتفرق وبعد التلاتين بتفرق لا برضو طب اموالي انا عايز اسمع معينك كتايل يا بلي كده هو عادي ان حد تجوز حد اصغر منه بس هو الفكرة لا الموضوع ما بتأس بالسن يعني سيدنا محمد كان متجوز السيدة خديجة وهي اكبر منه بكتير فالموضوع مش بتأس بالسن وفيه ناس مشهورين متجوزين زوجاتهم اكبر منهم بكتير ايوة شكيرة وكتير الموضوع اللي علاقة بالنطق العقلي تمام لو هو راجل نطق عقليا حتى لو اصغر منها في السن هيعرف يحتويها نا انا عرفها منين دي نكشوف على قوة اه لازم تبقى فيه عشرة ما بينهم او فيه سابق معرفة في خلال المعرفة دي هتعرف ان هو نطق عقليا وقدر يحتويها ولا لا بس لو هي عدة التلاتين وهو ما عدهاش ايوة ما لاش علاقة برضو ما هو فيه ناس في العشرينيات نطقين عقليا وفيه ناس عندها خمسين سنة وغير نطق عقليا فهم الله انا اقوم رأس مع الرأي ده اه فالموضوع ما لاش علاقة كنت بتقول الراجل لما يعدي التلاتين بيبقى اعال ايوة طبعا ده الغالب الاعام الاغلب سن العقل عند الرجالة الاربعين عشان كده الانبياء والمرسلين وانها يستنى يا اخويا كانوا بيتبعسوا في سن الاربعين عشان ده سن العقل بلغ أسود اه بالزبط كده ولكن فيه ناس بتبقى نطق نفسيا قبل كده فتقدر انها تتجوز وتحتوي ستة اكبر منها في السن تمام خدي بالك انه اغلب اصلا الشباب المرهقين والشباب في العشرينات بيعجبوا بالبنات الاكبر منهم في السن اه ايه ده بقى ليه كده يا اخويا انا قلت هلك قبل كده على فكرة هو سن التلاتينات عند الستات ده بيبقى الست فيه في قمة الانوسة وفي نفس الوقت في قمة الامومة فبتعرف تحتويه نفسيا فهو بيحب ده يعني لو حد عنده 25 يتجوز واحد عندها 35 عادي هو بيقى معجب ومجدود لو حد عندها 35 ده عادي تجوزوا؟ هي ما تتجوزوش اللي لو لقيت ان هو عنده القدرة لانه يحتويها نفسيا وعقليا ساعت ما تقدر تتجوزه لكن لقيته عيل منها ما ينفعش تتجوزه هي مش راح تتجوزه واحد هتربيه مش هتجيب واحد لا طب اه عيل يعني طب عشق هنا لقيت ان هو أعيل منها وعرف يحتويها والله عشق نفسها بتقول كده بس هل عشق نفسها يعرفها يعيز ايه؟ ده السؤال بقى هو عشق نفسها عندها مشكلات الحقيقة يعني عشق نفسها الموضوع مش سالك كده ألاقي حد في قصة حقيقة ما عندهوش مشكلة معك تخيالي اه واحد والناس كلها عندها مشكلات يا سالي وما ليه؟ ليه دكتور ما فيش حد خالي من المشكلات فيش حد خالي يا ما شاك الناس كلها عندها مشكلات أنا هسمعه خلينا نتفق انه الست دي عاشت 16 سنة مع واحد ما بتحبوش ومش طيقه وبعدين اطلقت بعد 16 سنة الحجة ان اهلها كانوا رفضين حلو بدأت تدخل في اكتئاب فعليا واعراض الجسدية اللي بتحكي عنها دي اعراض اكتئاب انها بدأت تخس في الوزن او انها بدأت نومها يضطرب او انه بدأت تعاني من اعراض نفس جسدية ده كله بسبب الاكتئاب اللي نخلت فيه الاكتئاب ده بيجيب لنا بيجيب خساسان في ناس بتدرب اكتئاب تدرب على حسب هو الطبيعي انه الاكتئاب كلما شخص يكتعي بياكل اكتر بس في ناس اه ليه لانه الاكل بيزود السلوتونين في المخ فيحسن الحالة المزاجية للأسعيد ايوه بيحسن الحالة المزاجية للأسعيدة اه عشان الشوكولاتة بتزود الاندورفينز بالتحديد فتحس انه الامور احسن لكن في الواقع في ناس لأه لما تكتئب ما تكلش وتخس والنوم بتاعها يضطرب وتبدأ تظهر عليها اعراض نفس جسدية فتبدأ تحس بأوجاع في جسمها وتبدأ تحس بمشكلات في المعدة ومشكلات ممكن توصل لحد الكيء كل ما تشرب مياه يترجع فساعتها هنا الناس بتحس ان في مشكلة بقى فعلا فيقرروا انه يخدوله الدكتور او يقرروا انه هما يريحوا نفسيا فساعتها يقرروا انه يريحوها نفسيا ويطلقوها من الراجل بس 16 سنة هي ما عنفتش تاخد القرار ولا تكبرهم انه هما يعملوا ده وده غريب ازاي خلي بالك يا موكت كله بتشتغل عشان تعف تصرف عن نفسها احنا في الاغلبية البنات بتسمع كلام اهليهم لانه مقدرش اعمل حاجة من وراهم تالت حاجة هياخد عيالها منها اتا متخيل انت عايز تاخد القرار اعمل ازاي في الاخر اتطلقت يعني ومعرفناش اللي عال خدهم ولا ما خدهمش لا ما هم معاها ما قالتش بس لو كانت ذكرت ان ايه موجوع ما قالتش يبقى ده معناه انه كان بيهدد بس دي حاجة الحاجة التانية ما هعرفت تكبر اهلها يوافقوا على انه هتتجوز واحد من غير اهله يعني جزء التاني بقى اللي تقدم لها ده مش هتقدم من غير اهله لا بس هم عشان عايزين يسطروها زي ما بيقولوا عايزين يخلصوا منها لا 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 مش يخلصوا منها ايه لك المطلقة هتجيب لنا مشاكل يا عم جوزها كده بيخلصوا منها ولا بيسطروها بيخلصوا منها لا كده بيخلصوا منها كده بيخلصوا منها وهي عارفت تكبرهم او انا موافع على اللقب ان هما يسطروها او لفظ بيسطروها وابا هي مش هتبقى مستورة غير بالجواز لانا مستورة ان انا هحترم نفسي وامشي عادل وراعي ربه لكن هما كانوا بيخلصوا منها في الحقيقة وهي وفقت على داعي يعني هي عرفت تكبرهم ان هما يجوزوها الراجل من غير اهله ومعرفتش تكبرهم انها تطلق من 16 سنة ووافقت عليه اصلا ليه من الاول؟ معرفتش ترفض زي الناس؟ طب خدي بالك بقى المشكلة في الزوج التاني هي وفقت ليه تتجاوز واحد من غير اهله عشان بتحبه؟ هل ده سبب كافي انها تتجاوز واحد من غير اهله؟ وهي من اول القصة وهي شك انه كداب من اول ما تجاوزته ويحس ان في حاجة مش مصبوطة بقولك ايه؟ انا سألت وقال قبل ما اطلع الفوصل هي جاني ولا مجني عليه؟ هي الاتنين الحقيقة ايه ده كنت رحل اه اه هي جاني ومجني عليها هي مجني عليها لانها في الاخر نفذت كلام اهلها في اول مرة واتخدعت تاني مرة بس هي جاني لانها كتعارفة انها بتتخدع وخدي بالك هي بتكدب نفسها كل مرة طب احنا على فكرة بتكدب نفسنا هو دايما بيقولك تغافل عشان العلاقات تمشي لا طب انا مش تغافل انا بعارف ان انت مثلا مش عايز تكنمني انا بعارف انك بتخني وعمل عبيتها يا سحمد طب على فكرة طب هي كتعارفة انه بيخنها وعمل عبيتها اقسم بالله اقعد مع امهاتنا وجداتنا هتقولك انت بتبقي عارفة كباري دماغك هو هيرجعلك مش بينام جنبك في الاخر تقولك انا انا خايفة امسك دليل احسن اتأكد ايوة انا مش عايز اتأكد انا مش عايز اتأكد عشان نفسها بقى يعني هي بتدحك عن نفسها من اول اتجوز او بتدحك عن نفسها طب على فكرة بيقولك ما تدوريش ورا وما تجري طب اقولك حاجة طب ادور ورا اتحسيت كده بردو اه ان هو كان متجوز قبليها واتجوزها وقال لها اهلي مش موافقين جاء اتقدم لها وهو متجوز واحدة تانية قال لها ليه مش موافقين طب ليه اهلي مش موافقين عشان هم متجوز فعلا طب اهله جملي عندها البيت عشان كان طلق تاني القصة بقى بعد المشاكل طب هو طلق التانية فعلا ما نفسه قل التاني بقى طلق الاولنية الاولنية ولا هو بيتحك عليها بردو وما طلقهاش قال لها الاولنية اتجوز ما يقول اللي يقوله وربنا نزع حبه من قلب ابن ما يقول اللي يقوله يعني هو اول مرة كان صادق ما حرمته من ابن اول مرة كان صادق ما هو راح السجن بقى فتربى بقى حرم يعني اول مرة ما كانش صادق انا مش هصدقه تاني مرة ده سايكوباتي يعني ده سايكوباتي دكتور حمودة والسايكوباتي ممكن حد يجذب ثواني من اول كتبة اقول خلاص مش هصدقك تاني مهما حصل لا مش من اول كتبة بس هو كدب اول مرة ودارب تاني كتبة ايه مشكلة معلش ما هو فاء ربنا عقبه ففاء انا بقى بس اتأكد انه فعلا انطلق التانية واتأكد ليه واتأكد ازاي وادحك على نفسي واقول مطلقها واصدق الكلام اللي هو بيقوله مش هصم اخرب على نفسي وانا بحبه خلاص هي عايزة تعيش مخدوعة هي حر يعني انت عندك ان انا تواجع نفسيا واداي احسن ما بقى عيشة مبسوطة وانا مخدوعة انا عندي اشوف الحقائق احسن ما بقى عيشة في قلق بس ده على فكرة هيخسرك علاقات كتير جدا يعني انا بقى عارفة ان انت ماسك موبايلك اتأكد ان انا كلمتك انت مردتش اروح اتأكد واسأل حد انت كان جمك موبايلك فاتأكد فاشيل منك لا ما قصدش كده لكن اتأكد من الحقائق احسن من انا بقى عيشة في قلق وخوف طب اتأكد دينا ما ايها توجعني طب هي عمالة تضحك على نفسها طب هو قلق يعني هي كده مبسوطة هي كده مبسوطة بتيأت لا خالص هي عمالة قلقانة ولما لو مش قلقانة ما كنتش بقعتتلك هي عايشة في توطر وقلق ومش عارفة تعمل ايه مش واخد قرار عشان كده بتبعتلك عشان هي محتاسة انت عايزة تتأكد فهي عادة مش مبسوط انت عايزة تتأكد عندنا مثل بيقول كده احسن ما احنا عمالينا لصامها فعلاقتها بجزء دي علاقة عملت لصامها فبس ولا حاجة هي تتأكد ان هو صادق وان المرضي هو بجب تكمل تتأكد ازاي الناس تشوف القصة هتمشي ازاي تسأله بمنتهى الوضوح تقابل الستة التانية تشوف قسيم الطلاق تعمل اي حاجة طب لو طلع متجاوز فهم لو طلع لسه متجاوز التانية يبقى بيجدب تاني عليها وبيغدعها تاني وما فيش فايدة طب لو طلع متجاوز تقدي بيلك هي عمالة تدور على حاجات تبرر لنفسها وتكمل وانا موافقة جدا تبرر لنفسها وتكمل موافقة لحد امتى انت هتبدالي تتحكي على نفسك لحد امتى لحد مافضل مبسوطة هي مش مبسوطة ياريتها بقى انت عارفة لو اي مبسوطة قل لها تكمل لكنها مش مبسوطة بديلي انها بعتتلك وانت حد يلي بعتلك مبسوطة ايه ده ايوة كل الناس مبسوطة والدنيا يا حلوة ايه اللي انطلعنا ثلاثة اربعنا مرضى وزايكوباتيين وانتقولك وهم مش نارجسيين لا طبع ايه عملا تقولك ده انا قلقانة وعب عالية وحياتي مش عارش ايه طيب وحياتي مش عارف ايه ومش عارف اخذ قرار لو طلع ان هو طلق فعلا لو طلع ان هو طلق فعلا وفعلا ندمان وكده لا تديره فرصة اخرى يا سلام اه طبعا تديره فرصة اخرى ونشوف هيحصل ايه هو سايكوباتي حتى المشكلة اللي تسجن فيها ست شهور تؤكدلك انه سايكوباتي ليه ومشكلة في الشغل مشكلة في الشغل هو الطبيعي ان اي حد يحصل له مشكلة تسجن ولا المشكلة دي انه اختلص حاجة التهم في حاجة فاتسجن فيها ايه عادي لا في حاجة طبعا هو عادي انه اي حد تسجن اي حد تحصل له مشكلة في الشغل يسجنه فيه هنا حاجة بتقول ان الرجل ده سايكوباتي مش مظبوط وبيقول ربنا تأميني بقى يعني هو بعد كل ده طب خلاص هو تابي عم بقى نحتويه بقى ربنا تأميني ماشي نتأكد بس ان هو تاب فعلا وان هو ما بيجدبش تاني علينا نحتويه بقى ونديله فرصة خليه طقيب يتوب حلو ويورينا بقى اسمة الطلاق نروح نتكلم مع الستة التانية نشوف اسمة جواز الستة طب ما يقولنا كلمتين حدوين ومتعديها وخلاص عملة تعدي بقى لها كتير ما بتقولك بيقعد يحكيلي قصة صويلة وعرضة ما بصدقش منها حاجة وبتعديها فأي عملة تعدي 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 انا بقى اللي بستغربه هي اعادت كل ده في كل قصة حياتك اشمال انا دي مش معديها اتطررت النهاردة الصبحي تفوق وتسألك حرام عليك وقت على فكرة حرام عليك معا استغربها بجد عدت علاقات جنسية متعددة هي شكة فيها وعدت انه كان متجوز واحدة تانية وما قلهاش وبعدين جاية دلوقتي تقولك انا هعمل ايه اعمل ايه انا مش صدق انا مش صدق يا عم بتحبه هو فيه من اللي بيحبه بعد الكرامة اه فيه كرامة طبعا يعني لو هو مثلا غلط فيه اه فيه كرامة عشان يفضل يحبني ما هو لا وانا ما سمحت له انه يغلط تاني وتالت ورابع انا بحبه فبعديله اه ما انا كل ما هعديله كل ما هو امتي في نظره هتبدأ تقل و لما عفله زي النظرة ويبقى ضامني استاني بس ويبقى ضامني اللي هو ايه هي خلاص هو واخدها فورجرانتي يعني زي ما بنقول خلاص اه خلاص هي موجودة مضمونة مفرماية بزهبت كده لكن بالعكس لو وقفت ورفضت انه ده يحصل اول مرة هيحترمها ويعرف انه ليها صوت وهيبقى لو بيحبها مش عايز يخسرها فهيحاول ما اعملش ده تاني بس فهيتوا قفلوا زي النظرة اول مرة عشان تاني مرة ما يتكررش الكلام ده فعادي لو بقى نوقفت زي النظرة وتكرروا تاني لا يتضرب بقى احنا نشمر ايه دكتور لا نوقف تاني ونوقف تالت لحد ما الحكاية دي تتصلح لكن انا فوتها كل مرة كل مرة بقى فوتها طب الضرب ممكن نفوته الضرب والاهانة يعني انت فاوضة بالك الناس اللي بتفوت كتير الضرب والاهانة بيتفوتوا لا برضو المفروض واقف وما فوتش ايه بقى اتطلق اه لا مش اتطلق بس في نفس الوقت اقف واخد موقف في الحتة دي فهو المفروض يحترم نفسه وما يعملش ده ما احترمش نفسه المرة اللي بعدها المرة اللي بعدها اهه اقف برضو واخد موقف لحد ما يديني بقى لحد ما يبقى بتعلم في واشي هنا بتدي فوق وقولنا عمليات التجنيل مش هتقدر تلم واشي فاقولوا لأ زعلانة منك يا سي محمد ايديك كانت تقيل للمرة لا لا مش كده لحد ما رسيد سي محمد عندها يخلص لحد ما رسيد سي محمد يخلص فهتلاقي ان هي اخدت القرار لوحدها اصل المشكلة زي ما قلت لك قبل كده برضو ان الحب رسيد والعلاقات العاطفية رسيد هو عملي اسحب رسيد يمدي ايده عملي اسحب رسيد في واحدة زيك من اول مرة رسيده يخلص في حركة زي دي وفي واحدة لا رسيده لست مخلص فهي تسمح وتعدي وتفوت ما هم دول بقى اللي جابونا وراء ده يتوقف ما هم دول اللي جابونا وراء ما نقفل وقفه بجد ونخوفه بجد ويعرف ان الحياة كسرت بجد ده يتوقف على الشخصية عشان كده بقولك المفروض تاخد موقف مش تفوت ده ما هممكن دين موقف اول ما تعرف هات طالع انا مش موافقة انا مش موافقة انا مش موافقة انا مش موافقة كسائلي عايزها تاخد موقف وعشان ما تنطلقش فعايزها تفوت ايوة لا اتعاملي معها زي ما بتعاملي مع نفسك مينفقة هي مش مكاني لا لو حطناك مكانها هتعمل ايه لا هتأكد مش عارف عايش كده هتجنن طيب هو ده اللي احنا عملين هتجنن بس هي خلي بالك يا ظروف انا مش معاي ثلاثة عيال انا ممكن ابقى مش باقي عالدونيا عادي بتجوزت مثلا شهرين ثلاثة ومش كويس في واحدة موزيعة مثلا تانية تخاف انه تطلع تواجه الجمهور وانا اطلقت بعد شهرين ثلاثة انا يوم الصباحية هتعمل لي ايه طلع مطلاش زي ما هو فمصر الكل هتعمل لي ايه بها عمل ايه بالزبط كده لا فهو في ناس كده وناس كده واسمع انتقادات وإهانات وعين احطيها بقى حطي نفسك مكانها فانتي هتعمل لي ايه كسالي هتبقي عايشة في قلق وتوتر لا مش هعمل في نفسي كده حتى لو هخسر الدنيا وهبقى عايزة اعرف الحقيقة بس ما قدرش اقول لها كده وبعد معرف الحقيقة أخذ القرار هي مش مكاني يا دكتور يا مكتون شخصيتها مش فص شخصيتي ممكن تكون ما بتشتغلش ممكن تكون اهلها بتحبهم اكتر من انا بحب اهل خلينا نتفق ان شخصيتها مش نفس الشخصيتك انت شخصيتك قوية لكن هي شخصيتها شخصية انهزامية شوية واعتمادية عاطفية مش انهزامية بتحب اهلها بزيادة وبتحاول تبرر طول الوقت الناس وبتحاول تبرر طول الوقت اللي بتحبهم فقعد التبرر للاخ ده كل اخطائه وكل خياناته وكل زلاته انت متحامل قوي والله العظيم يا دكتور انا مش متحامل ولا حاجة بس هو الحقيقة كده طب هو مين المظلوم الزوجة الاولى ولا التانية ده سؤال تاني هو مين اللي تظلم بقى تفتكري الاولانية اللي تجوزها بموافقة اهل اللي قصروا انه يتجوزها ولا التانية فخدي بالك انت واخد الرسالة من الزوجة التانية طب والزوجة الاولانية لو بعتتلك الرسالة هتعمل لي ايه هتقولي على اسمها ايه اسمها شهت لا اسمها ايه اسمها عيش عيش هتقولي ان عيشق دي خطفت رجالة صح والله غلط يعني لو قصت بعتتلك من الزوجة الاولانية هتقولي عيشق خطفت رجالة وتجوزت واحد بعد انها متعرش هتقولي هو عمال يلعب على الطرفين وضحك عليكم تلتين وخدي موقف هنطلعه مجرم هنطلعه مجرم هنجليده بقى بس في الاخر في الاخر وما ده اللي احنا بنقوله النوسايكو باتي في الاخر هي برضو هتبقى غلطانة انها وفقت انها تتجوز واحد من غير متسأل عليه ومن غير ما تسأل عليه ومن غير ما اهله يبقوا معاه اهله مش موافين علي اهله اعداتنا وتقاليدنا مش واحدة مامته مثلا خايفة مني لا اي سبب ما شايفة ان انا مثلا شخصيتي قوية فانها دي هتبهدينا دي دي هتتعمل او شايفة ان انا مش مناسبة لي ان انا ما كيكون مش حنينة قوي او دي ما تعرفش تفتح بيت او ظروفها مش شبه ظروفنا لما حد يبقى اهله مش موافقين علي او مش موافقين علي عيش او مش موافقين احد نتجوزه برضو اه لا طبعا ما نتجوزوش بجان حتى لو كان هو مناسب هو الشخص اللي ارتحنا معه حبيلية حتى لو هو مية في المية مناسب عارفة ليه عشان متجوزوش لوحده انا بتجوزه هو و اهله والزنة على الودان امر مستحر زي ما بنقول انتي عارفة يعني ايه انك تتجوزيه وانتي بتحبيه وهو بيحبك وبعدين امه تقعد تكرهه فيك بعد شو هيكرهك فعلا بجان اه طبعا بعد شو هيتأثر فعلا بكلامه هيختار امه لا مش هيختار امه بس هو هيتأثر بكلام الاخرين طول الوقت فيه ناس عملة زن في ودانه سؤال واحد اخر هاختن به لو احنا في مجتمعنا مثلا اهله مش موافقين وكانت عيش او اي بنت بتتفرج عليها انا قلت انا هكلم امه عشان اوضح موقفي ده صح ولا لا هتكلم امه توضح اي موقف اقول لها مثلا حرك مش موافقة علي ليه انا كذا وكذا وكذا ممكن تكون حرك شايفاني غلط ده صح اه مفيش مشكلة ده ما يقللش من البنت لا ما يقللش من البنت بالعكس لان هي هتواجه الام وهتحاول تقنعها بشخصيتها فدي حاجة ما تقللش من البنت خالص بس رد فعل الام هيبقى عامل ازاي هي بقى دي المشكلة لان رد فعل الام ممكن يكسر البنت لو الام بتحب ابنها زيادة عن اللزوم وخايفة عليه وعايزها يمشي زي ما هي عايزها فهتقول او لو كانت عادات وتقاليد غير وها شايفة انها مش مناسبة خلاص هتقول دي بنت جريئة زيادة عن اللزوم وتبدأ تعمل مشاكلة فتخالي بقى انها كلمت الام وقالت لها انت ليه مش عايزها نتجاوز ابنك فقامت ردت عليها ردود قسرة البنت نعود بقى نصلح تجي لنا بقى العيادة ونعود نصلح الام دي قسرته الحكاية معقدة قوي الدنيا مش سلكة فعلا تنصحيها بايه بقى وملينا مشاكل هتستنوني بعد الفاصل هتسمعوا رأي من حق المطلقة انها تتجوز تاني انها تدور على السعادة اللي اتحرمت منها في جوازاتها الاولانية مفيش مانع يكون جوزها الجديد ما تجوزش قبل كده أصلو مفرحش قبل كده اههههههههههههههههً這裡 يكون أصغر منها شوية في السن مش عيب أنا بشوف إنه مش دي المشكلة بقول دايما إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتجاوز ستنا خديجة وهي أكبر منه وسبق ليها الجواز قبله وإحنا بنقتدي به ونحاول نتعلم منه بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل كده كان بموافقة أهله وأهلها والطرفين كانوا مباركين الجوازة وحضرهم ده أول مشكلة عندك يا عشق إنهما يكونوا موافقين طب كنتي مستعجلة بتدوري على إيه على المشايا اللي اتحرمتي منها هو كان الحاجة الحلوة اللي في حياتي بزعليش ميني بقى إحنا نتكلم بصراحة وطلبتي رأيه هو حقك على فكرة بس الاستعجال ده عمل إيه وراتك في مشكلة تانية كان لازم تعرفي من الأول إن الجواز يعني قلب وعقل مش جواز وخلاص طب أول مرة غصبوني تاني مرة إيه لازم يكون فيه مشاعر وحب لازم يكون فيه تخطيط وحسابات أنا شايفك في المستقبل عامل إزاي طب أنا عايز أولادي يبقوا شبهه ولا لأ وإن الواحدة لما بتتجوز بتتجوز باعلتها وعيلته ده اللي احنا بنعرفه متأخر قوي يا جماعة في الجوازات دي العيلة هي القوة والضهر والسند وقت الشدة وإيه بك كمان بتكون إيه الحكم بين الطرفين وقت الخلاف مين هيقفله؟ مين كبيره؟ عشان كده المثل بيقول إيه؟ قبل ما تناسب حاسب وإنتي ما حاسبتيش يا عيش كان كل همك إنك تعوادي فترة صعبة وطويلة من حياتك اتحرمتي فيها من الحب والحنان والعشرة الحلوة من غير ما تاخدي بالك لأن التصرع ده ممكن يخليكي توجعي نفسك تاني وتتعذبي تاني أنا مش عايزة يجي عليكي ولا قصدي يجي عليكي أو أدايقك أنا بس بفكر معاكي أنت متدايق ما فيك كفاية أنا عارفة بس عشان نعرف نحلة صح نازم نفكر ونقيم الأمور صح تعني نفكر مع بعض كده في اللي جاي بصوت عالي أنا هفكر معاكي النهارده وانت متجوزة ومخلفة من جوزك التاني هيبقى أصعب بكتير من أمبارح لكن على الأقل لسه الموضوع في إيدك طب قولي لي يا عشق لو زعلك وصدمتك خلوك يتسيبي جوزك بعد ما تحبس وخرج ندمان وعايز يفوق ويصلح من نفسه هتكون إيه شكل حياتك الجاية بعد ما تسيبيه وما حسبتيهاش تاني إنه فيه عيال وفيه عيال تانية معاكي منه الطفلة عندها خمس سنين وطفلين من الأولاني طب أنا معرفتش في رسالتك أنت علاقتك بأهلك علاقتك عملا هينفع ترجع لهم هينفع تعودي معاهم معرفتش كمان أنت بتشتغلي وقدر تشيل مسئولية وتصرفي على بيت ولا لأ تصرفي على بنتك أو بنتينك وابنك ولا لأ بس حسيت أنت لسه متعلقة بيه بس مصدومة وموجوعة وده حقك طبعا بس نفكر تاني طب تفتكري لو سبتيه هترتاحي ولا هتتوجعي أكتر طب إيه رأيك لو عالكتي صدمتك بأنك تسامحي وبدل ما تتطلقي للمرة التانية وعيالك أكيد بيت ظلمه ده صح؟ تستغلي فرصة أنه ندمان وعايز يفوق وتسعديه وتسعدي نفسك وبنتك ده هو اللي جاي برجله ده هو اللي اعترف لك طب إيه رأيك؟ لو تخليه يحاول يصلح أو يعتذر لمراته اللي سابها بسببك مع أن أنت ما كنتيش تارف ما كنتش تعرفي بس يمكن لو أنت جبرت بخطرها ربنا يجبر بخطرك باللي جاي ده ده أكيد أقولك يمكن لو فكرتي كده يعني أو يحاول أنه يحسن علاقته بابنه وتبقى علاقة ولادك برضه بأبوهم حلوة ربنا أكيد هيردها لك ما والخير دايرة راجع لك راجع لك جربي كده تديله فرصة تانية يا عشق ما تجربي هتخساري إيه؟ أنت شخصيا كنتي محتاجها فرصة تانية وربنا ادهي لك وقلتي دا كان الحاجة الحلوة اللي في حياتي مش عيب أن الواحد يغلط كلنا منغلط العيب أن الواحد لما يغلط ما يعتذرش أو يعطل أو يكمل في الغلط وهو جيه واعتذر مش عايز يكمل في الغلط ما تدي فرصة تانية لنفسك وللي قدامك يعني اديله فرصة ما تسامحي مش أقولك تعالي على نفسك تانية لأنه التعب النفسي تعب لك جسمك يا حبيبتي بس أقولك حاولي لو قادر يعني أنا حاسة أن أنت رسلتك عتب بدلع يعني لسه في حتة كده فإيه كل واحد فينا اللي حساباته واللي ينفع لي ممكن ما ينفعش اللي كيه عشان كده أنا ما بسمعش كلام حد إلا أهلي أنا ممكن أكون بحاول أنور لك حاجات جايز تكون مش باينة قدامك وعيز أقولك على حاجة قلت هلك من شوي أنا ما بسمعش كلام إلا أهلي أنا لعمري هقولك أصغر منك أنا حتى لو أصغر منك بخمستاشر سنة أنا لو ينفع أقول رأيي وأنا بستنى الفقرة الأخيرة دي عشان أقول رأيي لو لو حد ممكن يسمعه أو الأهالي ممكن تبقى أرحم شوية معنا لا إن أنا أتجوز واحد أصغر مني عادي مع إن أنا كنت هتحصل بس أهلي ما وفقوش ما رديوش يعني قال لي إن أنت هتظلمي وتظلمي نفسك أنا سمعتك كلام يعيش ومش بقول إن ده صح بس أنا رضاهم عندي بالدنيا واللي قلتيه بردو إنه ما ينفعش أهله ما يبقوش رديين بيك أو موافقين عليك ما ينفعش يعني أنا كنت حتى بتفرج على فيديو لمصطفى حسني أنا بحب كلامه جدا كان بيقول إنه هو عيت عملي في نفسك كده هو عيت عملي في نفسك كده الأهل اللي مش مرحبين بي وياخدوني على عيني بنتهم مبسوطين بي أكتر من ابنهم لإحنا من دقيقة في الصلاة يعني يا رب تخلي تقر عينه بي وعين أهله كمان بي عشان يبقوا مبسوطين بي ما عملش كده ما خشش على عيلة مش مرحبة بي ليه أنا عملت إيه وانت قليلة وانت قليلة ده بالعكس ده هو يعني القلوب بتتغير ومشاعر بتتغير وممكن تزهقوا من بعض ممكن تتضيقوا من بعض مش ألاقي غير مامته اللي بتطبطب علي وتقولي معلش وتديني نصايح إزاي تتعامل معاه مش ألاقي غير بابل وقف له ويقول له أنا مش هارد إنك تعمل حاجة غلط وليه ما تستهيلش منك حاجة وحشة هو ده اللي نمستني وطالما أهله بقى كويسين خلاص صلاحي العلاقة هو عدينا واحدة والتاني على السن وما سن ما بتفرقش أنا مش مقتنعة إنه في فرق السن والكلام ده هي بتبقى يعني طبع في رجالة لو أنت فرق بينكو حتى عشر سنين هيجي يقولك لا أنا حاسة أن أنت كبرتي وفي رجالة تانية يبقى قاعد تحت رجليكي من كتر ما بيحبك ويطبطب عليكي وهو اللي يشيلك يعني تقولي أنا عايزة ده اللي يدفني بجد هي ملهاش دعوة لا بسن ولا أنه هو كان متجوز ممكن يكون ما كانش عايز يوجعك يا عيش مش عايز يقولها لك ممكن يكون كان بيعملك كده رضا لأهله فعلا وحتى أنت زعلانة وانت بتحكي على أيامه في السجن بتقولي إيه تقولي ده كان أوحش أيام في حياته يعني صعب أنا عليكي صح ندي فرصة تانية وتالتة وعشرة ده احنا شفنا الأسوة والزل والضرب وكنا مستحملين نيجي لللي يعترف لنا نفرمه نيجي عليه خصوصا أنه هو كمان بيقولك أنا توبت وخلاص واللي حصل حصل ما تحاولي تنسي وتتناسي وتبستي تبستي بس يعني تخليش حد يخرب عليكي حياتك ولا يقولك كلام ملوش لازمة ولا يقولك أنا 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 عندي دايماً نرجع ودايماً نكمل طالما ما فيش ضرب أو زل أو إهانة وهستنى منك رسالة جديدة تطمنين فيها عملت إيه؟ وهستنى من كل اللي تفرجوا علينا وسمعوا قصة عيشة يبعتوننا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام واتساب كمان يقولوننا لو كانوا عيشوا نفس الأحداث لو كان نفسه يجوز واحد أكبر منه ومعرفش أو كنتي عايزة تجوزي وأهله موافقوش عايزة أسمع عايزة أقرأ كل الكومنتز وكل القصص اللي تبعتوها نتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانين في قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة